الأجيال الجديدة وعايز أعرف فعلاً يعني السؤال اللي طرحناه كيف تتذوق الموسيقى شايف الصغيرين الشباب حالياً بيستقبلوا الموسيقى ازاي؟ هو احنا من صغرنا استقبلنا موسيقى في البيت من الوالد والوالدة بحكم أن الوالد كان يعمل في هذا المجال وغالبية البيوت في مصر زمان كانوا بيشغلوا موسيقى محترمة للأجيال الجديدة وبالتالي الواحد بيطلع شارب الموسيقى دي ومتعلمها وفي دمه يعني أنا نفسي أن ده يتكرر تاني في اليومين دول أن فعلاً في البيوت يراهوا حدة أن هم ما يشغلوش أي أغاني وأي حاجة يعني حاجات المهرجانات دي يعني ما يشغلوش في البيت يشغلوا سمفونيات يشغلوا عبدالوهاب يشغلوا مكرسوم عبدالحليم الناس اللي بنتعلم منهم الإحساس وحب الموسيقى بس لما هلقول دلوقتي يعني للأجيال الجديدة اسمعوا عبدالوهاب وعبدالحليم هيعتبروا من زمن مضى لا يعني يعني ما مضاش قوي برضو يعني يعني أعتبر برضو يعني أشياء جميلة طبعاً أمهرة يعني نتربع عليها يعني إحنا عايزين جديد بس يتربع عليها لازم نتربع على القديم لازم يبقى فيه أساس لو طلع من غير أساس كده ما بيموت يعني تفتكر الأجيال الجديدة مثلاً شاب عنده يعني أقرب إلى الطفل 12 سنة 14 سنة دلوقتي أسمعه محمد عبدالوهاب مثلاً لازم يسمعه لازم يسمعه يتزوقه بنقول شوف بيغني إزاي بيعمل إزاي قال شوف الموالدة عمله إزاي شوف صوته عمل إزاي شوف جمال الصوت جمال العرب الحلوة دي شوف جمال الموسيقى اللي وراه